السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم علاء قداري بابا علاء هذه الحلقة الثالثة من سلسلة الحلقات ما زال ما لديتش لها الاسم تنظن ان انا سنسميها ربي ربي اللي جاي من فعل امر ربي ولدك وجوب وجوب التربية الحلقة اللي فاتت ادوينا على موضوع اللي هو اللي بحث الجامع و اللي هي أشناهما تغييرات اللي غدي تديرها لها 5 ج في المجتمع وفصوق الشغل اللي احنا كانوا وجدو لها ولداتنا ما عرفت شواش بحث طولة اللي في الموضوع ولكن غدي نعطيكم بعض النوقات ليكون في علم الجامع إنه أكثر من ستين في المئة ديال الشغل ديال الأنواع ديال العمل اللي كاينين دابا كلها ما غادش تبقى لأن لاسانك جي أخطر ما غاد ينتج عليها هو عدم الحاجة لكتر من ستين في المئة ديال المناصب الشغل خصوصاً اليدوية منها قاعد كشي اللي هو بني حتى الزراعة يعني كلنا شفنا فيديوهات ديال النورة تكنولوجيا اللي غاد تأدي الاستغناء على الإنسان واجدة خاصها غير لسانك جيت انستالا فقط بما فيهم ميهن مهم ما كانوا يوجدون له أولادنا كمهنة المهندس كمهنة الطبيب كمهنة الجراع كالمهن الإدارية كمهنة المحامات كمهنة القضاء كمهنة هذه كلها مهن من المتوقع أنها غاد تنظفر ومن المتوقع أنها غاد تولي من تخصص الدكاء الصناعي من يمكن قوله لسانك جيت الدور دياللسانك جيت هي أنها تهيئ الأرضية للدكاء الصناعي أنه يعوض الإنسان وهذه نقطة مهمة مهمة جدا لأن جميع المعارف يمكن للدكاء الصناعي أنه يحتويها العطب الوحيد الذي عند الدكاء الصناعي هو الخيال ما عندوش خيال وهذه نقطة مهمة خاصة نوجهه في هالتربية ديالنا لولدتنا أن لولدت ديالنا جميع المعارف ممكن أنهم يجبدوها من جوجل ولكن جوجل ما يعطيهمش الخيال إذن كيفاش نديروا المجهورة ذاتنا بحيث أنه يكون عندهم ما يكفي من الخيال ما يكفي من المخيلة ما يكفي من الإماجيناسيون بحيث يقدروا أنهم يقاوموا الزحف القادم ديال الدكاء الصناعي اللي غادي يخذ ليهم الخدمات ديالهم ترجمة نانسي قنقر